انتشرت صور مناصر جزائري اسمه نزيم وينحدر من ولاية قسنطينة حسب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هذا المناصر صنع الحدث بعد اقتحامه ملعى فيلودروم بمرسيليا لإيقاف الهجمة الباريسية التي قادها ليونال ميسي وتمكن المناصر من الوصول إلى الملقب بالبرغوث وشارك في الدفاع على نديه الذي يناصره مباشرة بعد وصول المناصر إلى ميسي تدخل وان الامن وحملوه خارج الملعب كما سنشاهد في هذا الفيديو الكثير من المتفاعلين على منصة فيسبوك رفضوا مثل هذا السلوك وهناك من جعلها فرصة ليطلاق تعليقات ساخرة رصدناها أو رصدنا لكم بعضها وهنا تعليق للذي يسمي نفسه بابلو حيث قال أول جزائري يوقف هجمة ميسي حتى محرز ولم يتمكن من ذلك ويخاطب بالتفيق ميسي قائلا مارسيليا للجزائريين أين أنت ذاهب يا ميسي ويشارك عبدالحق ميلود برأيه في الحادثة وكتب معلقا نزيم سياحة أول مناصر في التاريخ يقطع هجمة خطيرة لميسي إنه فخر الصناعة الجزائرية ساخرا يعلق فاتح صحراوي وأوضح قائلا مارسيليا هي مقاطعة جزائرية والمناصر له الحق ليدافع عن الإقليم الجزائري ويوضح عبدالله في تفصيل يخص المهاجم الأرجنتيني قائلا لو لا هذا المشجع الجزائري الذي اقتحم المباراة لما سمعنا أو سنعرف بأن ميسي كان موجودا في الملعب ونختمها بتعليق يذكرنا بالجدل الذي أحدثه ميسي في الجزائر في الشهور القليلة الماضية أعتقد أن السيد دخل ليسأل ميسي بعد ظهور اسمه في قائمة الألبيا هل سيسكن فيها أو يأخذها هذا المناصر هذا التعليق يعيد إلى الأذهان ما تداولتهم واقع التواصل الاجتماعي لقائمة السكن الترقوي المدعم الألبيا ببلدية دالي إبراهيم في الجزائر العاصمة تضم اسم ليونال ميسي ضمن القوائم الأولية للمواطنين المرشحين للاستفادة وهي الحادثة التي أثرت ضجة كبيرة في الجزائر قبل أن تنشر بلدية دالي إبراهيم بيانا قالت فيه إن القائمة مغلوطة ولا أساس لها من الصحة مشاهدين الكرام هذه أخبارنا إليكم غدا بحول الله يوم الجديد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر